اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اهلا بكم الى هذه النشرة التي تنشر لاحقا مع سائر اخبارنا عبر موقع أوتيفي.com.lb وقناة أوتيفي على يوتيوب وحساباتنا على اكس فيسبوك انستغرام وتيك توك وتنقلها مباشرة صوت المدى بعد تسعة اشهر من الحرب على غزة التي تخللتها ابشع صور القتل ومشاهد الدمار لم يتمكن الكيان العبري من تحقيق اي من الاهداف التي حددها بن يمين نتنياه لنفسه بعيدة فان الأقصى وأبرزها على الإطلاق القضاء على حماس وإعادة الأسرة وها هو بعد كل ما مضى من وقت يجد نفسه يقاتل في مناطق خيلة إليه أنها خضعت ويفاوض جهة كانت بالنسبة إليه بحكم الملغات في هذا الإطار بالتحديد توضع اليوم قضية استهداف محمد الضيف قائد أركان كتائب عز الدين القسام حيث يبدو العدو بجناحيه السياسي والعسكري لاهثا خلف إنجاز يوازن به الفشل الذريع الذي ينعكس يوميا تخبطا في الداخل وتصاعدا في لهجة الخارج شعبا وحكومات دفعا في اتجاه إنهاء الحرب بغض النظر عن التقييم لما حققته عملية السابع من تشرين الأول للقضية الفلسطينية عموما ولقضية غزة بشكل خاص هذا على المستوى الإقليمي الذي خرقت مشهده اليوم أيضا الدعوة العلنية التي وجهها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للرئيس السوري بشار الأسد للقائه سواء في أنقرة أو في مكان ثالث لتعاجله سوريا باشتراط انسحاب جيشه من الأراضي التي يحتلها وبالتعاون في محاربة الإرهاب أما في لبنان المعلق على حبال الإقليم فالعنوين البارزة ليست انتخاب رئيس بعد عامين من الشغور ولا شروع بالإنقاذ بعد خمس سنوات على الانهيار ولا الانطلاق في الإصلاح بعد عقود من الفساد صدقوا أو لا تصدقوا أبرز العنوين اليوم في لبنان مصالحة بين وزير دفاع وقائد جيش وإشادة بموافقة هيئات اقتصادية على قانون يصحح تعويضات نهاية الخدمة والأهم خطر انقطاع الإنترنت بشكل كامل عن كافة الأراضي اللبنانية ومن هنا نبدأ النشأ إذن وقبل الدخول في تطورات غزة والمجزرة الإسرائيلية الشنيعة في خان يونس بداية محلية من أزمة الإنترنت الجديدة على الأبواب أوجيرو تسأل رئاسة الحكومة ووزارتي المال والاتصالات والواقع تقاذف مسؤوليات ومدير عام هيئة أوجيرو عماد كريدي أكد عبر الأوتيفي وجوب تحمل كل من وزارة الاتصالات والمعنيين الآخرين كامل المسؤولية تجاه الهيئة وموظفيها وتوكيلها بمهمة الجباية لأن المحظور إذا وقع فإنه سيطال كل القطاعات من دون استثناء جويس نوفال إننا حتما نذهبون إلى توقف تدرجي لعمال الصيانة والتشغيل للشبكة الوطنية ما أن قرأ اللبنانيون هذا الكلام لمدير عام هيئة أوجيرو عماد كريدي حتى دب الهم بركابون وأصبح الهاجس الوحيد هل ستنقطع الإنترنت؟ بتأكيد أن هذا الأمر إذا حصل سيكون بمثابة كارثة كبيرة سيترتب عليها الكثير من الأضرار فتحذير كريدي الذي أعاد السبب لعجز الهيئة عن إصلاح الأطال المتراكمة بسبب نفاذ الأموال وعدم تسلم الهيئة الأموال المقرة لها في موازنة 2024 توجه بالمباشر إلى كل من السراي ووزارتين الاتصالات والمالية سائلا هل من مجيب في الوزارات المعنية؟ هنا بدأت الأسئلة والتكهنات والخوف من مصير مجهول لوسيلة يعتمد عليها معظم الناس في يوميتهم وبعد حوالي الثلاث ساعات وفيما لم يصدر أي موقف من المعنيين عاد كريدي ليقول كلاما لافتا لست بموقع دفاع وانتقاد مصرف لبنان ولكن للتوضيح لعلاقة للمصرف المركزي بالأزمة التي تواجه الهيئة الأمر متعلق بالبيروقراطية الصماء والحمقاء التي تتحكم بالإدارة والتي تهدد القطاعات الحيوية بالتوقف التعليق الأول من مصادر السراء الحكومي كان بوجوب أن يراجع كريدي الوزير المعني أولا لمعرفة تفاصيل القضية مؤكدة أن أبواب السراء مفتوحة لحل أي قضية تهم المواطنين وزير المالية يوسف خليل كان غائبا عن السماع في حين أكدت مصادر وزاراته أن الأكيد أن لا إشكال من قبلنا مع أي كان لا الاتصالات ولا غير الاتصالات لتؤكد أن يوم الاثنين ستطلع على كل المعطيات حول هذا الموضوع وتعطي الجواب بدوره وزير الاتصالات جوني القرم أكد للأوتي في أن وزارة المالية لم تحول أي شيء لا ليرة أو دولار من أموال موازنة 2024 لهيئة أوجيرو يتعلق بالسيانة وهذا الأمر يؤثر علينا بطريقة أو بأخرى قائلا نحن في وزارة الاتصالات لسنا من يقبض أموال الفواتير بل وزارة المالية والمواطن له الحق بالسؤال أنا عم بدفع الفاتورة شو زن به وقال القرم للأوتي في دقيت نقص الخطر وتوصلت مع المالية أكثر من مرة وأرسلنا لوائح للاحتياجات في أوجيرو لكن حتى الساعة لا تغيير ووقع الحال أننا بحاجة ماسة للمال كاشفا أن الكثير من المعدات بحاجة إلى صيانة وفي طلعتها الموالدات وأذيأم القرم بعدم تكرار الإشكال الذي حصل مع المالية والمتعلق بـ 26 مليون دولار عام 2022 حيث حولت منه الوزارة فقط 13 مليون وربع للاتصالات بعد رد هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل في حزيران 2023 في انتظار المبلغ المتبقي حذر من خطورة ما يحصل من لعب بالمواطن آملا أن تحل القصة سريعا فالعالم عيشي على أصابة وختم وزير الاتصالات مطمئنا بالآخر رح يعطونا المصاري وقبل ما توقع الواقعة رح يأمنون ليهن بآخر تكة بتنحل وبالحديث عن وزارة المالية التي يعتبر مراقبون أنها مغارة كل شيء كان لافتا رد كريدي على أحد المواطنين فسأله نواف استاذ وين عم بتروح الفوتير مصريية حقنا نعرف كمين فأجاب كريدي على وزارة المال استاذ نواف وفي هذا الإطار أكدت مصادر أجيرو للأو تيفي أن جارس الأنذار الذي دقه كريدي اليوم أصبح في مرحلة متقدمة من الخطورة وهو سبق وحذر في أكثر من مرة وبعد أكثر من عطل لما ستقول إليه الأمور وتخوفت المصادر من أن يكون كل هذا المشهد السلبي بحق الهيئة وموظفيها يهدف إلى الوصول إلى نقطة إنهاء مهامها لتكون الشركات الخاصة البديل هي ليست بالقصة الجديدة بل كغيرها من الملفات في لبنان أصبحت كأبريق الزيت تقاضف مسؤوليات بين وزارات وهيئات ومعنيين ومشطالعة إلا براس المواطن وهنا موضوع الإنترنت والاتصالات خير دليل فمنذ حوالي السنة تضعفت الفاتورة لسبع مرات لكن في كل يوم تتربص المشاكل التقنية بوجه كل المواطنات والمواطنين وفي لبنان أيضا دورة الكلية الحربية ترتفع إلى 200 تلميذ ضابط بعد حل الإشكالية بين قائد الجيش ووزير الدفاع فكيف أخرج الاتفاق؟ على مقولة كفى الله المؤمنين شر القتال حلت بين وزير الدفاع وقائد الجيش هكذا يختصر الوزير محمد مرتضى نتيجة المسعى الذي فوض به من الحكومة والذي قاده بالتنسيق مع الرئيسين نجيب نقاتي ونبيه بري المدولات التي عقدها المرتضى قادت إلى أخراج الاتفاق بأن أرسل قائد الجيش وصفعون كتابا إلى وزير الدفاع موريس سليم يطلب فيه إجاء مباراة إضافية لتطويع تلميذة ضباط لصالح الكلية الحربية وبناء عليه التزم سليم بالاتفاق ووجه كتابه إلى رئاسة مجلس الوزراء طالبا الموافقة على أن يصبح العدد الإجمالي للتلميذ الضباط 200 مع إكمال العدد عبر مباراة إضافية ترجى بالسرعة الممكنة ويتم إلحاق الناجحين فيها والمحدد عددهم ب82 مع الذين نجحوا في المباراة السابقة ليصار إلى إلحاقهم جميعا في الكلية الحربية في آن واحد قبل أواخر تشرين الأول المقبل هذا الاتفاق بحسب مصدر مقرب من رئيس الحكومة يقوم على مبدأ تلموذ أغاني أو الجميع رباح على الطريقة اللبنانية ويلتزم بما سبق وقاله ميقاتي بعدم كسر قائد الجيش ولا القفز فوق صلاحيات وزير الدفاع إلى جانب تأمين مصلحة المؤسسة العسكرية وأضاف المصدر أن كل أمور الدولة غير منتظمة في غياب حكم ورئيس جمهورية ما يستدعي معالجات موضعية بحسب الملفات على هذه الأعمدة الثلاثة خضى الوزير المرتضى اتصالاته وأكد للأو تي في أن مجلس الوزراء سيوافق قريبا على إجراء مباراة ثانية لتطويع تلميذة ضباط مشيرا إلى أن مداولاته مع كل من وزير الدفاع وقائد الجيش انطلقت من اتفاق على مقربة الملف من زاوية مختلفة وتحديدا من حاجة الكلية الحربية إلى عدد أكبر من الرتب العسكرية والأمنية الدنيا وهو ما يستدعي عددا إضافيا من التلميذ إذن بنتيجة هذه المباراة سيضاف 32 تلميذا إلى 118 كانوا فازوا في المباراة الأولى التي شكلت أساس الإشكالية بين وزير الدفاع وقائد الجيش كونها أجريت من دون توقيع وزير الدفاع لكل مراحلها ما يعني أن عيبا دستوريا شابها إلى جانب المستوى المتدني للمطوعين خصوصا بعد تخفيض معدل نجاح علما أن الحل الذي تم التوصل إليه لم يخرج عما سبق وطرحه وزير الدفاع مع المعنيين وحتى مع قائد الجيش منذ شباط الماضي مقترحا مذاك أن يتم رفع عدد المطوعين إلى 173 وهو الذي كان يؤكد دائما أن لا حل خارج توقيع وزير الدفاع منعا لتعريض مرسوم التطويع للطعن من متضرر ما لسيما أن الوزير السليم لم يوقع على كل مراحل مباراة التطويع إلى جانب هم أساسي برفع مستوى التلميذ المطوعين بانتظار جلسة قادمة للحكومة قرر رسميا تنظيم مباراة تطويع إضافية يبدو أن ملف الكلية الحربية طوي فوقع وزير الدفاع حيث يجب وأحال الكتاب إلى رئاسة مجلس الوزراء كما يجب لدورة يؤمل أن تحمل مستوى أكاديميا وحربيا حسنا على الأقل بعد اجتيازها الامتحان الطائفي على قاعدة ست وست مكرر التي شدد وزير الثقاف عبر الأوتيفي على أنها وسيلة لحماية التنوع اللبناني معتبرا أن من يعمل خلافا للقاعدة يخدم الأجندة الإسرائيلية ومصرا على أن حماية المسيحيين وحفظهم واجب وأن المصلحة تفرد على الكل أن يحفظ الكل تعويض نهاية الخدمة لعمال القطاع الخاص أمام بشرة سارة بعد تقدم الهيئات الاقتصادية خطوة باتجاه الموظفين والتفاصيل في تقرير لحسن شحادي خطوة مهمة على سعيد إنصاف عمال القطاع الخاص في لبنان لحت بوادرها في اليومين الماضيين عقب موافقة الهيئات الاقتصادية على مدمون القانون الذي تقدم به النائب فيسال كارامي والذي يخص تعويض نهاية الخدمة لموظفي هذا القطاع هو اقتراح قانون كان تم التوافق عليه مع الاتحاد العمالي العام وصيغت بعض بنوده بالتفاهم مع الاتحاد العمالي العام وطبعا بعد مراجعة دولة الرئيس نبيه بره ودولة الرئيس نجيب مئاتي للنظر فعليا فيه كيفية تطبيق هذا القانون أول شيء بمجلس النواب ضمن تشريع الضرورة الفصول على الأكترية وبعد منها كيفية تمويل هذا القانون بعيدا عن المس بمالية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طبعا هذا القانون يشمل مضاعف التعويضات نهاية الخدمة لمن تركوا الخدمة بعد تشرين الأول 2019 تلاتين مرة وهذا شيء كثير مهم واللي بيترك هلأ كمان ينطبق عليه نفس الشروط المحددة بهذه القانون هذا القانون ستمول الدولة 56% من متطلباته في حين ستتولى الهيئات الاقتصادية الـ 44% المتبقية العمل جاري لبلورة رؤية مشتركة ومواكبة القانون في اللجان تمهيدا لإحالته على الهيئة العامة ووضعه في إطار تشريع الضرورة الاتحاد العمالي العام بالمطلق مع هذا القانون نحن اليوم مع دراسته مع الهيئات الاقتصادية رح يكون الأسبوع المقبل في عنا جملة لقاءات مع الرسميين مع الهيئات الاقتصادية لبلورة رؤية مشتركة حتى نتمكن بعد من مواكبة اقتراح القانون باللجان وبالهيئة العامة تمهيدا لتشريع الضرورة وبالمناسبة أنا بدعي كل الكتل النيابية أنه تتفاعل إيجابا مع هذا القانون لما له من صفات العدل تجاه المتقاعدين ممن يتبعون قانون العمل بالقطاع الخاص وبالمؤسسات العامة والمصالح المستئلة والمؤسسات العامة التي لا تتبع قانون العمل إنما تتبع قانون الضمان الاجتماعي أسمر الذي أعلن العمل على اقتراح قانون يشمل القطاع العام والأجهزة الأمنية ستجري مناقشته مع النواب الذين تقدموا به تمهيدا لإقراره من تشريعات الضرورة لإنصاف هذين القطاعين فهل يحصل عمال لبنان على أبسط حقوقهم التقاعدية بعد فترة من الظلم نتيجة تداعيات الأزمة المالية التي عصفت بلبنان أكد نقيب أطبأ لبنان في بيروت يوسف بخاش ضرورة تحويل القطاع الطبي من قطاع خدمتي وعلاجي إلى منتج للعلاجات والأدوية الحديثة وتصنيع المغروسات الطبية كلم بخاش جاء في افتتاح مؤتمر الطبي الاغترابي الثاني بمشاركة جمعيتين الأطباء اللبنانية الفرنسية واللبنانية الأمريكية وبحضور وزير الصحة فراس الأبيض الذي أكد أن لدى وزارة الصحة واجبا لإعادة بناء النظام الصحي لكن السؤال اللي بيسأل زيته ليش الطبيب اللبناني بده يبرع وبده يبتكر وبده يقود بدول الانتشار بينما بلبنان ما عنده هيد الفرص وهيد المعطيات التقنية لأنه جامعاتنا وكلياتنا نجحت بنشر العلم والمعرفة ولكن مع الأسف بعد الحلم الأكبر هو السفر والعمل في الخارج فلحتى نحافظ على هذه الطاقات علينا نحن الاستثمار بالأبحاث العلمية والشراكة الفعلية بين القطاع التعليمي والجامعي والقطاع الصناعي الخاص لحتى نقدر نحول القطاع الطبي من قطاع خدماتي وعلاجي إلى قطاع فعلا منتج للعلاجات والأدوية الحديثة والتطبيقات الطبية الرقمية وتصنيع المغروسات الطبية وغيرها وعندنا الإمكانية وهون من مد إيدنا عن جديد إلى الانتشار الطبي اللبناني ليسعدنا على إطلاق هذه الرؤية وهيدا الاستثمار ليكون لمصلحة لبنان ومش لمصلحة الخارج والانتشار صحيح أنه هناك جزء من الأطبة رجع على لبنان بس خلينا ما نخدع أنفسنا هيدا الموضوع مش بكل المناطق هيدا الموضوع مش بكل المستشفيات بمحلات معينة هيدا عم بيصير ولكن لا زلنا نرى أنه بكتير من المناطق اللبنانية هنالك عنا نقص كبير بالأطباء الاختصاصات وهيدا عم بيأثر على عدالة الوصول إلى الخدمات الطبية بكتير من مناطقنا ما هو السبب في ذلك نحن نعم عنا أطباء مميزين ما في شك وبتصور أنا يعني نحن إن كان دكتور رويش مالي أو دكتور أيوبي وإنجازاتهم هي جزء من الإنجازات اللي عم يشوفها عم يعملوها الأطباء اللبنانيين بكتير من البلاد واللي حيضلوا يعملوها وأنا عندي ما عندي شك إنه أطباء اللي عم يتخرجوا من كلياتنا كليات الطب في لبنان إنه من أحسن الأطباء اللي حيطلعوا لبرة لدرجة إنه وكنت هلأ عم قل له لمعالي الوزير المتري إنه كان إحدى الدول كانت باعتي على لبنان وفد عم بيقول إنه إذا فيكن تزيد واختصاصات معينة لأنه نحن عنا ناقصنا لحتى نقدر نجي نحن ناخد أطبائكم لعنا من دارة مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام بدأ نائب رئيس التيار الوطني الحر للعمل الوطني ربي عواد جولته إلى مدينة طرابلس حيث كان شرح لموقف التيار من حرب غزة وجنوب لبنان وتشديد على الهمم اليومية للمواطن اللبناني لنحية الاقتصاد والمال والاجتماع وسط تأكيد البعض العربي والخليجي للبنان وأثنى المفتي إمام على موقف التيار من اللامركزية الإدارية ومن الدولة المدنية هذا وأقيمت حلقة حوارية في الربيطة الثقافية في طرابلس وتخلل الجولة زيارة إلى مركز المولوي الثقافي حيث أقيمت ندوة تحت عنوان المواطنة والدولة المدنية الوطن إذا ارتضينا أنه يحكم الدستور والأنون لازم نأكد على أنه تمسكنا بالدستور هو نابع من الدستور الطائف وبدنا تطبيقه كاملا وكل المطالب الإصلاحية المريضة ونطالب فيها هي لخدمة أهل ترابلس وشمال وكل لبنان بشأنه هناك مرتكزات بالطائف بدنا نطبقها لنوصل للدولة المدنية التي نطمحها بداية إلغاء الطائفية السياسية وهي مدخل أساسي للدولة المدنية إجراء انتخابات النيابية خارج القيد الطائفة يعني اليوم شو حلو هلننصر كلنا مثل بعض ومنشبه بعض وعلى مستوى واحد ومننتخب اللي منلقيه من ناسب الدافي منكم الناس ما بيعتبروا أنه الناس الموجودين اليوم بمثلون وبمثلون أطراف أخرى وهن قاربين مننا فيا ريت نحن بنقدر نوصل لهالمرحلة ويكون انتخابات النيابية خارج القيد الطائفة كما حماية حقوق الطواقف عبر مجلس الشيوخ المستقل عن المجلس النيابي والموضوع الأساسي هو اللامركزية الإدارية والميلية الموسعة من أجل تحقيق الإنماء بترابلوس ترابلوس ما بدنا أرارة يكون مركزة واليوم شفنا وعم نعيشو كل يوم بيوم من أرارة المركزة ما فائدة ترابلوس بدنا لمركزية إدارية وميلية موسعة لنقدر نبني ترابلوس ترابلوس ما حتتعمر غير من أهله وما حتتعمر غير على إيدان أهل الشمال وما حتتعمر غير من ناسها اللي ما بهمن لا مواقع سياسية ولا بهمن ناس وشعارات ولا مراكز أكد نائب رئيس التيار الوطني الحر لشؤون الإدارية غسان الخوري أن قطاع المهن أساسي في إنماء وتطور أي دولة لسيما وأن الطالب المهني ينتج سريعا ويحسن الاقتصاد والدخل في لبنان كلام خوري جاء خلال العشاء السنوي التمويلي لمكتب المهنيات في التيار في حضور حشد من الحزبيين والمناصرين والطلاب الأهم هو التزامنا معكم وهيدا الالتزام بيبلش من يلي صار الليلة من العالم يلي التزموا مع بعضهم وأجوا وحضروا العشاء وحطوا إيدهم بإيد المكتب المهني لحتى يخلوهم كفة لقدام بس هيدا الالتزام هو عدة مستويات هو التزام بالقضية هو التزام بالسياسة هو التزام بطريقة العمل هو الالتزام مع بعضنا البعض لأنه ما حدا في كفة ولا بالطيار ولا بغير الطيار من دون ما يكون ملتزم معه ناس عم بيساعدوه ليقرب لقدام نحنا لازم نتعلم جديا أنه كل واحد لحاله أكيد بيقرب بيقرب لقدام بس بس نكون كلنا سواء مع بعض من نقرب أسرع ومنروح أبعد فديفان نحنا حدكم نحنا حد مكتب المهنيات ونحنا ملتزمين معكم لهذا المكتب يظل ناشط ونشيط وقدر يجمع الشباب والصبايا ليكفوا لقدام طالب المهني هو أساسي أساسي لعدة أشياء أول شيء لأنه بتخصصه بيكون متقدم على غيره بيكون قاعد بمدرسة مهنية وأخذ الخبرة اللازمة وتعلم من أساسي قدريني يوصلوله النوهى لحتى يروح على الإقلصاد ويتوره لحتى يروح على الصناعة ويطلع منتج فينا نشوف حالنا لحتى نكون نحنا بلبنان على عدة مستويات وإنتوا بتعرفوا بيجوا على لبنان كرميل شو كرميل خدمتنا وكرميل طريقتنا بالمعاملة وكرميل جودة انتجيتنا المهنة مش بس مهنة بالميكانيك وبالقطعة وبالسيارة المهنة هو بس نستقبله على المطار بالخدمة طبعنا المهنة هو بالتوريس المهنة هو بالقطال المهنة هو بس حيالله حدا مننا ينتج شيء إن كان نبيض إن كان غير بيض حياله منتج لبناني وكل العالم تروح تركض لتشتريه والآن إلى نشرة الأحوال الجوية مساء الخير ليوم الأحد تأس صيف معتدل عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرق إلى المتوسط مع انخفاض بدرجات الحرارة لتسير دون معدلاتها الموسمية مع احتمال تساقط رزاز بشكل متفرق جونا لبكرة غئم جزئيا ودرجات الحرارة عم تتسجل على الشكل التالي نبدأ من الشمال عقارة عم بتسجل 31 درجة ترابلوس 32 العاصمة بيروت 31 درجة وصور أيضا 31 ننتقل لبعلبك 31 درجة لقلوق 20 زحلة عم بتسجل 30 درجة وجزين 28 درجة نسبة الرطوبة ساحلا تصل للـ 80% الرياح السطحية جنوبية غربية سرعة عم تتروح بين 10 و60 كم بالساعة أما حال البحر فمائج ومنحذر من ارتفاع موجة البحر خلينا نشوف تفاصيل الأيام الجاي لنهار الأحد جونا غئم جزئيا مع رياح ناشطة من المتوقع تساقط الرزيز بشكل متفرق بالمناطق الشمالية والجنوبية مع انخفاض إضافة ملموس بدرجات الحرارة على الجبال وبالداخل دون تعديل يسكر على الساحل الساحلا عم بتسجل لنهار الأحد 30 درجة الرياح ناشطة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة يلي عم بتسجل أقصها 31 درجة لنهار الثلاثة والأربعة جونا بيطابع قليل غيوم درجات الحرارة بتعاود الارتفاع وبتستقر على الـ 32 درجة لنهار الثلاثة أيضا لنهار الأربعة هيدا كانت أخبار التأس للنشرة المسائية بلاقيكم بكرة تصبحوا عخير نشاتنا انتهت ليلة هذه أنا تمنها لكم من الأوتي في وإلى لقاء في مواعيد إخبارية لحق